نيجي هلا يمس للتصاور و انا ذكرت لك اياه قبل هالمرة لكن الان را اعطيك بشكل مبسط بس اللي هو التصاور عبارة عن تعرفي عندك على الكتاب اللي هو وجود مركبات ذات صيغة جزائية واحدة لكنها تختلف في صيغتها البنائية صيغة جزائية واحدة لكنها اكثر من صيغة بنائية كيف تعنت به معي مس هون هاد معطيني جدول لو انتبهنا عليه بروح بعد عدد نغد الكربان و 1 2 3 4 تمام وعندو هون 1 2 3 4 ثنتين اللو هم 4 ذرات كربون 4 ذرات كربون اللو الاربع ذرات اسمه بيوتان صح لكن احنا بناء عدد تسمية نيجي ندور على اطول سلسلة فرح نشوف كيف رح يختلفوا في صيغتهم البنائية يعني في ترتيب ذرات بين بعضها نطلع هاد اللي حكيت لك سميلي اياه 1 2 3 4 مباشرة في اطول سلسلة وبسميه اذا بتحكي لمس هاد اسمه بيوتان مباشرة هاد نكتب عندو بيوتان تمام طب اللي تحت معنو في اربع ذرات كربون لكن مس مش بيوتان لي لان انا بروح بدور على اطول سلسلة هيدرو كربونية هايها فيها ثلاث ذرات وفي عندي تفرع له سيئة شثري هايو هادا تفرع سيئة شثري ثلاث ذرات كربون اذا رح يكون عندي بروبان وفي عندنا عدد ذرات ثانية في عندي مثل تمام فرح يكون اسمه على الزرات ثانية ثنين مثل بروبان هادا مس رح يكون اسم المركب اللي هون هاي بشكل واضح ثنين مثل بروبان هاد اللي لو ستلك هيه بالتصاور انو مس نفس عدد الكربونات لكن لما اختلف الترتيب بذرات الكربون مع بعضها اللي هي السيغة البنائية نتج عنا سيغة جديدة فبالتالي رح يختلف عنا اسمها وبالتالي رح تختلف عنا معظم خصائصها عشان هيك هاي الجملة اللي هون هي جدا مهمة اللي بتحكي لنا انو تعتمد عدد المتصاورات على عدد ذرات الكربون المكونة للسيغة وكلما زاد عدد ذرات الكربون طبعا رح تزداد عدد المتصاورات لالها تمام يا ميس هاد اللي بديه تعرفي من المتصاورات